مقطع اليوم بذن الله تعالى راح اتكلم اللي هو مبارح مثل ما تعرفون ان انا سويت اللي هو بيث مباشر خاص بريك هوم فاجدت من بعض الاسئلة والتساؤلات من عندكم اللي هو كيف نغير اعدادات القير بنفس الوقت اللي هو مشكلة الارتو اللي انا كنت عاني منها عن طريق سوني فور السلام عليكم وحطة البركاتو معكم امون من قناة شايلز وشايكس مقطع اليوم بذن الله تعالى مثل ما قلت لكم في المقدمة اذا انتم كنت متابعة جديد لا تنسى الاشتراك لا تنسونا اللايك الله يسعدكم جميعا ولتس جو الى المقطع طب الاول حاج راح نتكلم اللي هو عن بالاصرح الاعدادات حق القير كيف تغيرون بالاصرح الاعدادات حق القير طبعا قبل مثل ما انتم عارفين او بعضكم عارف انه لما يدخل اللي هو بداية ما تدخل اللعبة او تسجل دخول بحسابك الجديد اوكي بحسابك الجديد يودكم في هذا المكان يعلمونكم و الى اخره راح تلاحظون تفتح معكم هذا القائمة و تنبثق لكم هذا القائمة راح يكون فيه اللي هو change control scheme يبديكم تحطون اللي هو اعدادات default او classic و الى اخره لكن مع الاسف ريكروم شالت هذا الخاصية انا بقول لكم ليش يوم مبارح رسلت لهم الاصح رسالتين على وهي عن المشكلة الارتو و مشكلة حقه اللي هو ماني قادر اغير اعدادات نفس قبل ريكروم بالمختصة المفيد قالوا ان هذا الشي ممكن يتغير مستقبلا لكن في وقت الحالي يعني هم شالوا هذا الخاصية ما فيه الا اللي هو default اوكي الخبر الثاني الى وهي الارتو مشكلة الارتو هل لها حل حاليا ما لها الحل ما الاسف لما نكلمتهم قالوا هم عارفين هذا المشكلة و قاعدين يحلونها باقرب وقت اتمنى بلا صاحف هذا المقطع صراحة ادري مرة صغير و دقيقة دقيقتين على الاقل بس عشان اوضح لكم يعني توصل رسالة للناس اللي تساءلون فيها حتى يعني ما يعتبرني انا سحبت او اي حاجة اسأل الله اني احفظكم اشوفكم بإذن الله تعالى مقطع جاي ما السلامة